أسعد الله وعقاتكم بكل خير لا يزال هناك الكثير من المنشورات التي تتحدث عن أضرار خل التفاح وسأستمر في الحديث عن خل التفاح حتى يعلم الجميع فوائد خل التفاح الطبيعي وأنه لا يتضمن أي أضرار هناك فرق ما بين الخل الصناعي أو خل التفاح المتوفر في الأسواق والذي هو خل صناعي تحت مسمى خل التفاح وبين خل التفاح الطبيعي المصنوع من التفاح في المنزل الخل الصناعي ضار بصحة الإنسان وجميع المنشورات التي تتحدث عن أضرار خل التفاح إنما هي أضرار الخل الصناعي وهو حقيقة ضار بصحة الإنسان أما خل التفاح الطبيعي فهو لا يمتلك أي محتوى ضار بصحة الإنسان إنما هو مفيد لكل إنسان امرأة أو رجل كبير أو صغير وليس فيه أي ضرار سواء استخدم على الريق أو بين الوجبات وحتى لو استخدم لفترة زمنية طويلة ليس فيه أي ضرار وإنما فيه كل المنفعة خاصة لمرضاء السكر ومرضاء القلب والشرايين والأوعية وضغط الدم والكلسترول والدهون الثلاثية وهو أيضا مفيد للكبد والكبد الدهني والكلة وحصواتها ولمن يتحدث عن أن خل التفاح الطبيعي يخفض البوتاسيوم في الجسم خاصة عند الاستخدام الطويل فكيف ذلك؟ وهو عالي المحتوى من البوتاسيوم ولمن يقول أنه يسبب حصوات الكلة فهو منظف ويساهم في تفتيت ومنع تشكل حصوات الكلة بالمختصر أقول عليكم بالخل الطبيعي فهو الذي قال فيه رسولنا الكريم نعمل إدام الخل والذي كان يتناوله مع الخبز فقط دمتم بخير